موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوائي الحدث قررت قيادة التحالف العربي إغلاق كافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية بشكل مؤقت مع مراعاة استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة و قالت وكالة واس السعودية أن هذا الإجراء من أجل سد الثغرات في عمليات التفتيش التي تسببت باستمرار تهريب إيران للصواريخ والعتاد العسكري إلى ميليشيا الحوثي والمخلوع و حثت تحالف البعثات الدبلوماسية بعدم التواجد في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية و محذرا المدنيين و طواقم الإغاثة من الاقتراب من مناطق العمليات القتالية و تجمعات الميليشيا نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين هل الإجراءات الأخيرة تعني جولة جديدة من الحرب و الاتجاه نحو الحسم أم أنها مضاعفة لمعاناة المدنيين في الداخل اليمني و هل يمكن القول أن التحالف ذاهب باتجاه مراجعة حساباته بعد أن تلقى ضربات الميليشيا الأخيرة هذا و كان التحالف العربي قد أعلن قائمة تضم أربعين مطلوبا من قيادات ميليشيا الحوثي و رصد مبالغ تتراوح بين خمسة ملايين و ثلاثين مليون دولار كجائزة لمن يدلي بمعلومات عن زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي و تسعة و ثلاثين من القيادات العسكرية و الميدانية التابعة له قبل مناقشة هذه التطورات نتابع هذا التقرير كأن الحرب بدأت اليوم إغلاق للمنافذ البرية و البحرية و الجوية و إحكام للحصار هي ذات الإجراءات التي شرع بها التحالف منذ اللحظة الأولى لتدخله العسكري في اليمن قبل قرابة اثنين و ثلاثين شهرا فالخطوط الجوية اليمنية أعلنت إلغاء جميع رحلاتها من و إلى المطارين الوحيدين المفتوحين في اليمن عدا وسيئون أمر يفاقم من معاناة اليمنيين و يزيد من وطأة الحرب وتداعياتها عليهم و يولد ألف علامة استفهام حول أجندة هذه الحرب و أهدافها و أفقها الزمني صاروخ الرياض كان مستفزاً وتجاوز الخطوط الحمراء السعودية و جالب المزيد من الكوارث لليمنين لكنه منطق الحرب الذي يدفع بأطراف الصراع إلى استخدام أسلحتهم المتاحة حينما تستنفذ الخيارات الارتدادات السياسية لهذا الصاروخ تتجلى في التغير الذي طرأ على قواعد المواجهة بين الرياض والحثين بعد الإعلان عن قائمة الأربعين الذين صنفتهم الرياض كإرهابيين ما أنهى مرحلة من الضبابية التي اكتنفت العلاقة بين الطرفين طيلة السنوات الأربع الماضية لكن هذه المواجهة ما تزال تحتفظ بمساحة من المرونة استدعتها الرغبة في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة وهو الأمر الذي يفسر غياب الناطق باسم الحوتيين محمد عبد السلام عن قائمة الأربعين إرهابيين المفترضين يجمع المراقبون على حدوث تحول في مسار الحرب لكن نحو أي وجهة سؤال تستدعيه المخاوف من أن يتحول اليمن إلى إحدى الساحات المشتعلة المفتوحة لغايات إقليمية ودولية متعددة اللاعبين والأقطاب والتأثير لم تنظي الحرب وفقا لخططها المعلنة طالت وتشعبت كما يرى المراقبون حتى تحولت إلى مناسبة لمراكمة القوة النوعية لدى الانقلابيين الذين جاء التحالف لدحرهم قبل أن يغير وجهته السياسية ليستهدف أعداءهم في معسكر الشرعية في ازدواجية لا يحتملها المشهد اليمني المنهك بالحروب والأزمات وفي الآن ذاته جرى تكريس الفشل الأمني والاقتصادي في المساحة الفسيحة من الأرض التي يقول التحالف الشرعية إنها محررة في وقت كان الأمل معقودا على الفرصة التاريخية التي حملها تدخل التحالف في اليمن قبل أن يتحول هذا التحالف إلى عبئ لا تحتمله الجغرافية ولا أهلها حياكم الله ومشاهدين الكرام وأرحب بذيوفي في هذه الحلقة سيكون معنا من لندن المحلة السياسية دكتور محمد جميح وسيكون معنا أيضا من الرياض الخبير العسكري اللواء زائد العمري أرحب بذيوفي الكريمين وأبدأ مع دكتور محمد جميح من لندن دكتور محمد في البداية كيف تقرأ إقدام التحالف العربي على إعلان إغلاق جميع المنافذ عن اليمنيين الجوية والبحرية والبرية في البدء أحييك وأحيي ضيفك الكريم وأحيي المشاهدين في الواقع الإعلان هو جاء كما هو معروف ردا على الإطلاق صاروخ حوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض وهدف الإعلان نوجه نظري أنه استهدف منع تهريب السلاح وجاء في البيان كذلك أنه لن يؤثر على المواد الإغاثية والغذائية الداخلة إلى البلاد وبالتالي نتصور أن هذا الحضر هو حضر بمعنى زيادة تفتيش السفن الداخلة أو الطائرات أو المنافذ البرية كذلك تاهبة إلى اليمن من أجل تحري حول وجود الأسلحة هل ستنجح هذه الاستراتيجية الجديدة مع طول السواحل اليمنية ووجود عشرات الموانئ وعشرات المراسي وعدد كبير من المناطق التي يمكن أن يهرب منها السلاح وفي ظل عدم وجود تغطية كافية من السفن لمراقبة هذه السواحل لا ندري هل سيتدخل حلفاء بشكل كبير لمراقبة تنشيط السواحل وليستحكات المراقبة الجوية أيضا ودخول الأقمار الصناعية في هذا الأشياء لا نعرف ولكن كما تعلم دكتور محمد نعم دكتور محمد معدرت على المقاطعة ولكن كما تعلم ربما هذا هو منذ أن انطلقت عاصفة الحزم والتحارف العربي يفرض رقابة شديدة على الجو والبر والبحر إذن السؤال الأهم كيف وصلت هذه الأسلحة للحوثيين يعني أنا أعتقد أن تشديد الرقابة لا يعني فقط نشر المزيد من القطع العسكرية أو الحربية من السفن أو يعني تشديد الرقابة على الجواند على الأرض وإنما يعني كذلك الاهتمام بالمنافذ والمسؤولين في هذه المنافذ يعني هناك مسؤولون قد يكون لهم نوع من التعاون مع الحوثيين في المنافذ الدرية لماذا لا يتم التحري من ذلك هناك تقارير يعني متسقة تقول بأنه يتم تهريب السلاح من السواحد الشرقية وحتى من المنافذ الحدود مع عمان ودخول هذا السلاح إلى الصحارة اليمنية وعبور هذا السلاح أيضا عبر أراضي الشرعية وهذه الأراضي يعني فيها نقاط أمنية ونقاط تستيش ومع ذلك إما أن هذه القوافل من الأسلحة تتفادى هذه النقاط أو أن المسؤولين في إعادة النقاط لدى بعضهم نعم ولكن ولكن لم نسمع تصريح واحد من قوات التحالف العربي تقول بأن هذه الأسلحة تأتي من الحدود اليمنية العمانية أو من المنافذ التي تربط عمان باليمن ربما هذا الدكتور هي معلومة نسمعها يعني أنت تقولها وسمعناها أيضا عبر يعني مواقع إكترونية وإعلامية كثيرة لكن التحالف يعني لم يصرع بالشكل المباشر فعلا ولم يصرع بالشكل المباشر يعني لكن يعني ضبطت كثير من في مأرب ضبطت كثير من السيارات المحملة بالأسلحة وتحمل القدوم إشارات القدوم من المنافذ البرية مع عمان طبعا لا يعني ذلك أن العمانيين متورطون في ذلك قد تكون بعض الموانئ العمانية أو بعض الموانئ كما بعض الموانئ اليمنية أيضا في سواحي البحر الأحمر والعربي تستخدم لهذا الغرض نعم يعني السلاح لا يصل بطريق مشروعه بالتالي الحكومات الشرعية قد لا تتحمل المسؤول هذا قدر ما ينبغي أن تشدد رقابة على الأراضي الخاضعة للجانب اليمني تحديدا والمنافذ الحدودية من أجل تدقيق العمليات تهريد الأسلحة المشكلة أن مثل هذه الصواريخ عندما تهرب هي تهرب في ناقلات بسيطة لأنها تهرب كقطع ثم يعاد تجميعها تركيبها في اليمن لأن اليمن فيها الآن خضراء إيرانيون حسب اتهامات التحالف يقومون بتركيب هذه الصواريخ والمساعدة في إطلاقها وكذلك بالمساعدة في تحسين قدرات الصواريخ الباريسية اليمنية القديمة التي كانت من طرق قديم من أجل إبعاد مداها نعم طيب دكتور اسمح لي أن نشرك معنا في الحديث الخبير العسكري اللواء زائد العمري من الرياض سيادة اللواء مساء الخير مساء الخير وحياك وحيا ضيفك مرحبا بك سيادة اللواء هل ما قامت به المملكة العربية السعودية والتحالف العربي بشكل عام من إغلاق المنافذ في اليمن الجوية والبحرية والبرية هو ردا على الصواريخ التي وصلت المملكة من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع أولاً أمسي على متابعيك بالخير وبالنسبة لما أثبت أن التحالف أصبح عبئا على أرض اليمن فهذا كلام مردود عليك شخصياً من؟ سيادة اللواء اسمح لي سيادة اللواء أنا لم أتحدث فيه عبئا من الذي قال بأن التحالف عبئا على اليمن أنا سمعت الكلام في بداية الحديث أعطني كرصة أتكلم نعم تفضل التحالف لم يأتي إلى اليمن من تلقاه نفسه التحالف أتى إلى اليمن بناء على طلب من الحكومة الشرعية الحكومة الشرعية التي طلبت من التحالف إنقاذها من أذناب إيران للأسف الشديد وما اختخذت التحالف من إجراءات وإجراء تريد والتحالف بدأ بعصفة الحزب ثم أنتقل إلى مرحلة ببناء وقال إعادة الأمن للأسف الشديد إن عدم بعض الأحزاب داخل اليمن عدم تعاونها مع التحالف تيعيد عاصفة الحزب مرة أخرى من حق المملكة العربية السعودية وهي قادرة أن تدافع عن نفسها ولا تحتاج إلى أنها تغلق منافذ اليمن أو سواء البرية ولا البحرية ولا الفضاعة الجوي لليمن البحرية القادرة أن تدافع نفسها وصول الصاروخ الذي يقم إلى عمق الأراضي السعودية لم تكن تملك ألا القوات اليمنية وهذا الكلام ليس من تلقاء نفسي من هو الآن الموجود في السعودية هو رئيس اليمن ويعلم ما هذا كان في اليمن وكبار القادة يعلمون ماذا كان يمكن من أجلها هذه الأجلها هربت بطريقة غير سليمة وبتهاء من هيئة الأمم للأسف الشديد هذا التهريب يجب وكان قرار سليما أن يحمي المنازل من عبور مثل هذه الطواريخ الحديثة التي لم تكن طيب طيب سيادة اللواء نعم طيب نقطة مهمة نقطة مهمة سيادة اللواء اسمح لي نقطة مهمة من يسيطر على جميع المنافذ في اليمن الجوية والبرية والبحرية والتحالف العربي وليس كما تقول بعض الأحزاب في اليمن أو بعض القوى في اليمن معلومة كاذي غير صحيحة التحالف يسيطر على ثمانية مواني وميناء وهو أكبر ميناء ميناء الحديدة لا يزال تحطيطرة الأتباع المخلوع صالح والحديين وقد طلبت التحالف من الأمم المتحدة ولم تقوم الملهم المتحدة بوجبها أن تسلم لها ميناء الحديدة الذي تغرب من الأسلحة وللأسد السديد الخبراء أنا متأكد وأنا خبير بمجال الأسلحة الأسلحة التي تتعاون من أجل إصال هذه الأسلحة للحوثيين يا أخي الفاضل أنا لم أقلت كلمة فنهد الألات لو أن الإخوة في اليمن وما أسمع أقول الإخوة والأشقاء في اليمن قاموا على قلبا واحد 12 ألف حوثيين كيف يسيطرون على اليمن الحوثيين الآن أصبحوا فداء لحزب الله وحزب الله فداء لإيران إذن للأسف الشديد كيف يكون الرجل اليمني الرجل البطل الذي شهد له في التاريخ من الفتوة والشجاعة والرجالة أن يصبح ذنبا لمن هو ذنبا لإيران يا أخي الفاضل يجب على الأحزاب وأعرف وأنت تعرف الأحزاب التي أقصدها أن تقوم قومة رجل واحد وأن تقوم بواجبها بإغرقاء اليمن دول التحالق لم تطلب شيئا من اليمن لم تأتي إلى اليمن قبل سبتمبر على 2014 هل المملكة العربية السعودية طلبت من اليمن شيئا هل غضبت اليمن هل حاربت اليمن لا المملكة العربية السعودية تحمي حدودها أنت تعلم نعم سيادة اللواء لا من اليمن ولا من غير اليمن نعم وضحت فكرتك لكن كما تعلم من هم في صفة شرعية كانوا من اليوم الأول في الجبهات القتال سواء في مأرب أو في نهم أو في ميدي أو في عدن أو في لاحج أو في تعز أو في شبوة وهؤلاء هم من نضموا إلى صفة شرعية نحن لا نحاسب منهم في صفة الحوثيين كما تقول ييب أن ينتفضوا الخلل والإشكالية التي يتحدث عنها الكثير أن هؤلاء المقاتلين لهم أكثر من 6 إلى 17 بدون رواتب هؤلاء المقاتلين مستعدون لتضحية بأرواحهم لكنهم لم يمدوهم بالسلاح النوعي والكافي من أن يخوضوا هذه المعارك هؤلاء في نهم لهم عامان ممنوعين من التقدم وهناك بعض الأخبار من وسائل الإعلام تقول أن وصلت بعض الأوامر لمن هم في الميدان إذا تقدمتم سيتم التعامل معكم بالطيران لا تتحركوا إلا بأوامر من التحالف العربي وهنا هي المشكلة أخي الفاضل كل ما تحدث يمني قال أن الدعم المادي لم يفهم تبقك حمد المخلافي من تركيا من نفط المكان الذي تتحدث منه وقال بدوني بـ 3 مليار وأنا مستعد إلى أن أحرر اليمن الكلام هذا كلام غزايدة لا يودي إلى نتيجة ولا يحقق تحرير اليمن نحن سيادة اللواء قبل أن تضحي بالمال أطني فرصة ضحك بالدم الدم للسعودي ضحك من أجل اليمنيين يعني الشهداء الذين يسقطون في اليمن منهم من أجله هم من أجل كرامة الرجل اليمني لأن الرجل اليمني رجل كريم ويجب أن يبقى كريم والممكة العربية السعودية بقيادة خادم الحربين الشريفين تسعى إلى حذر كرامة الشعب اليمني والرجل اليمني وأن لا يسلم قراره لأذنب البجوس إطلاقا إنما كل ما يتكلم يماني من على أي قناة وخصوصا قناتكم بالقيس تحديدا يطلب بالدعم المالي الدعم المالي بتوفر وموجود والحكومة المملكة العربية السعودية تأخرت الدم السعودي وليت المال السعودي نعم سيدة اللواء يعني الجميع لا ينكر الدعم الذي قدمه التحالف العربي ولكن أنت الآن تقول وذكرت لي بعض الأسماء وبعض الشخصيات ربما اليمنيون يعني يتكلمون ويتحدثون ويقولون يجب على التحالف أن يتعامل مع المؤسسات الرسمية الشرعية ومن كان من هؤلاء القادة العسكريون متورط بفساد أو نهب للدعم الذي يصل للجيش علي أن يحاسب لا أن تتعاملوا مع أشخاص وأفراد وجماعات خارج إطار الشرعية أخي الفاضل اسمح لي بمقاطعة المملكة العربية السعودية ستتعامل مع من؟ مع رئيس الجمهورية مع مخامة الرئيس عبدالبو مصور هادي إذن هذا يمثل كل أطياس الشعب يمثل جميع الحكومة يمثل جميع الوزراء هذا هو الرمض ومن يأتي بعده فهو مسؤولا عنه ليست المملكة العربية السعودية وليست التحالف يا أخي هذا رئيس دولة ويجب أن يعود رئيس دولة والمملكة كلما تسعى أن تحفظ كرارة هذا الرجل لأنه يمثل الشعب اليماني كاملا نعم طيب سيادة اللواء أعود لدكتور محمد جميح دكتور محمد جميح في البداية لو كان لك تعليق على ما تحدث به أيضا سيادة اللواء زائد العمري وأيضا سؤال من وجهة نظرك الآن هذه الخطوة هل هي فعلا تصعيد لدخول اليمن مرحلة جديدة من الحسم العسكري أم هو ربما غياب الرؤية لدى التحالف العربي كما يقول بعض المحللين السياسيين أنا أعتقد أن المسألة يمكن أن تكون مقاربتها من خلال الدعوة إلى اجتماع كما أقولها دائما اجتماع موسع يضم قيادات من الشرعية اليمنية وقيادات من التحالف على مستويات عليا من أجل بحث الأزمة الحالية لماذا لم يتم التقدم العسكري في السنتين الأخيرتين كما كانت في الشهور الأولى من السنة الأولى يعني يمكن أن يصار إلى تلمس المشاكل التي حصلت في الميدان تلمس الأسباب الحقيقية للجمود العسكري ومن ثم يصار إلى معالجات التحالف العربي والحكومة الشرعية فيهم الخبرات والعسكرية والسياسية التي يمكن أن تشخص المرض في حالة رقود العسكري وأن توجد المعالجات لا ينبغي أن نسمع الاتهامات والاتهامات المضادة أن يقال أن التحالف لا يدعم وأن يقول مثلا مسؤولون أو أن يأتي الرد أن التحالف يدعم لكن تذهب الأموال إلى هنا وهنا لا بد بظل وجود حرب شاملة وواسعة أن تكون هناك بعض الاختلالات معالجة وها تكون لأن يعقد اجتماع موسع وأن تشكل لجنة تكون مقتصرة من الدول في التحالف الدول الفاعلة في الإمارات والملكة العربية السعودية وفي الحكومة الشرعية ومن يتم اختيارهم من الخبراء في دول التحالف الأخرى لمعالجة الأوضاع الميدانية هذه نقطة أعتقد أن هناك إشكالات سياسية أثرت على الجانب الميداني ورقة الانتصال التي يلوح بها إخواننا في الجنوب لا شك أن لها تأثيرا كبيرا على تطبيق همة المقاتلين في الشمال لأن المقاتل يقول إذا كنت سأقاتل من أجل فصل الجنوب ومن أجل أن أطعن في الظهر إن جاء بالتعبير فإن ذلك يؤدي إلى تطبيق همته في القتال لأنه ما خرج في قتاله من أجل أن نقسم اليمن إذن ينبغي أن تعالج هذه القوايا بهدوب وأن تعالج مثل مسألة المطالب التي لإخواننا في الجنوب أن ترحب في هذه الفترة إلى أن يتم تحرير البلد من الإنقلابيين الحوثيين طيب دكتور سؤال أخير نعم دكتور أودعك بسؤال أخير فيما يخص إعلان التحالف العربي قائمة بأسماء قيادة المليشا وعلى رأسهم زعيم المليشا عبد الملك الحوثي ورصد مبالغ مالية برأيك هذه الخطوة هل هي تأتي فعلا في صالح يعني التحالف وفي صالح الشرعية من أجل التحرير أم هي ربما كما يقول البعض فقاعة لا تقدم ولا تؤخر أنا أعتقد أن العمل الاستخباري كان يمكن أن يكون أجدى ومع أن ربط مثل هذه المبالغ يعني هو قد يؤدي الحصول على بعض المعلومات في ظل من يريد أن يحصل على مثل هذه المبالغ ولكن في الوقت نفسه قد يزيد من رصيد هذه الأسماء التي أعلن عنها وليس كذات رصيد هي مجموعة من العملاء الواضحين الذين لا يمكن أن نسح ونحن نقول أنهم عملاء لإيران يعني اختطفوا بلدنا دخلوا ببلدنا في حرب مع الجوار مع شقائه العرب أرادوا أن يعزلوا اليمن عن محيطه الجغرافي ومحيطه العربي محيطه الثقافي ومحيطه الديني المتدانس وأن يذهبوا به إلى وجهات أخرى قاموا بأدوان داخلي قبل أن يأتي التحالف العربي استباحوا كل شيء وبالتالي هؤلاء هم مجرد أرقام لا قيمة لهم في اليمن إلا من خلال ما راكموه من أسلحة ومن خلال ما راكموه من أسلحة ربما هذا الإعلام رفع من قيمتهم لدي معلومات عنهم إلا فإن الجانب الاستخباري ووجهة نظري هو الأهم في هذا الأمر أشكرك جزيلا شكرا للمحلس سيد الدكتور محمد جميح وعودة إلى سيادة اللواء زائد العمري الخبير العسكري سيادة اللواء الآن اليمنيون يشتكون بأن الحصار الآن الذي يفرض أو يعني إغلاق المنافذ ستزيد من معاناة اليمنيين تعلم أن هناك الكثير من اليمنين يذهبون للعلاج الكثير من اليمنين يبحثون يعني يذهبون للدراسة والكثير من اليمنين المغتربون في دول العالم الذين يعني يذهبون ويعودون إلى اليمن ما هو الحل أمام هؤلاء الناس أخي الفاضل أنا أتمنى أن تكون قرأت القرار قراءة سليمة القرار الذي صدر هو المراقبة الشديدة والمراقبة الشديدة يعني منع دخول أي محذور مثل الأسلحة مثل الإمدادات التي تزيد من أمد الحرب لكن المواد الإنسانية والإغاثية والطبية ولكن كما تعلم سيدة اللواء اسمح لي وأنا سأطيك الوقت الكامل لكن اسمح لي أنت تعلم منذ أن صدر القرار طيران اليمنية علق رحلاته وألغى جميع الرحلات التي كانت ذاهبة وعائدة إلى اليمن أخي الفاضل القرار هو طلع البارح يعني كله 24 ساعة اليوم ألغيت رحلات اليوم القرار ناضج ومدروس بعناية ومعنى تشديد المراقبة ومعنى تشديد المراقبة عدم السماح للممنوعات للدخول إلى اليمن وإلا في المواد الإغاثية وكل ما يخدم الشعب اليمني سوف يقدم يعني سطول التحالف بتقديمه للشعب اليمني ولن تتأخر دول التحالف وهي دول إنسانية ودول تجمعها مع الشعب اليمني دول أشقاء ودول أخوة وهي تسعى لصالح الشعب اليمني المختطف من قبل الأربعين شخص الذين تم الإعلان عنه نعم وأنا أو أخاء يعني مآجل احترامي للدكتور من لندن في جزء من حديثة قال إن هذه المطالغ زاد من قيمتهم لا قيمتهم إنهم أحتلوا فنعا يا أخي الكبير كلمة احتلال فنعا احتلال تعز من يسيطر على فنعا من يسيطر على تعز هم هم العربعين شخص نعم أولا يغفزالة طيب سيادة اللواء نعم في هذه النقطة اسمح لي نعم سيادة اللواء اسمح لي أنا أعطيك الوقت وأيضا أنت اسمع مني سؤالا هؤلاء الأربعين الشخصية التي تحدث عنهم ربما يعني يعني الفترة الماضية بالكامل كان هناك عروضا عسكرية وكان كل معظم هؤلاء القادة يعني يسرحون ويمرحون ويعملون الاستعراضة العسكرية وكان آخر عرض عسكري في ما حدث في تعز وأمام مرأة ومسمع من الجميع يتساءل المواطن البسيط في اليمن أين هو طيران التحالف أين هي الأقبار الاصطناعي الخاصة بالتحالف العربي أين هي مخابرة التحالف العربي من هؤلاء أجاوبك أجاوبك أخي الفاضل الطائرة هي اللي ست يعني نبيطة تربي فيها شخص من دين ألف شخص يا أخي مسؤولية التحالف هو حقم الدم اليمني وليس سفك الدم اليمني لو المسألة مسألة أنه يعني تخدم القوة المطلقة كان أرض أمد التحالف يدقوا طاعة من أول شهر يا أخي الدول التحالف تحكم الدم اليمني قد يكون هناك شخص مذنب ومستهدف لكن وراه ألف شخص غير مذنبين وغير مستهدفين فهم أولئك الأربعين الحزالة أخذوا من الشعب اليمني ضرورة بشرية يا أخي مسألة خيمة العزاء خيمة العزاء بكل جرعة كان المتحدث العذكري واعترف بالخطأ ونفذت جميع القرارات الدولية حتى الغرامات نفذت إذن هل نستعد نحن نقدر هذا الحرص سيادة اللواء سيادة اللواء اليمنيون يقدرون هذا الحرص على المدنيين وعلى استهداف الأبرياء لكن كما تعلم كان هناك كان هناك أخطاء بالجملة تستهدف المدنيين في كل مدن اليمن أخي الفاضل الأخطاء التي تهدفت اليمنيين في مدن اليمن من أسر الشديد وأنتم تنكرونها وتكادرون على أنفسكم من قتل الشيوخ في بيوتهم الحوثيين من قتل الرجال والنساء في بيوتهم الحوثيين من جند الأطوال الحوثيين من أستخدم الرجال العشرات دعوه بشارية الحوثيين إذن يجب أن نقول الحقيقة نعم أشكرك سيادة المليشي الحوثي والانقلابيين هم سبب المشكلة وهذا لا يختلف عليه اثنان في اليمن وهم سبب من أوصلوا اليمن إلى هذه المرحلة وهم السبب من أوصلوا اليمن وجعلوا طيران التحالف العربي يصل إلى هذه المستوى من الاستداف حتى المدنيين لا شك في ذلك لكن نحن نلوم التحالف من تول إنقاذ الشرعية ودعم الشرعية بأن يكونوا حريصين على دماء الأبرياء المدنيين وأن يكونوا فعلا بصف اليمنيين ودعم اليمنيين وأشكرك جزيلة شكرا أنه انتهى الوقت سيادة اللواء زائد العمري الخبير العسكري كنت معنا من الرياض والدقيقتين الأخيرتان أترككم للمحلة السياسية عبد الناصر المودع مرحبا بك سيد عبد الناصر قراءتك أنت لإتخاذ التحالف العربي هذه الخطوة إغلاق المنافذ وأيضا كيف تقرأ هذه الخطوة فعلا لصالح يعني تعجيل حسم سياسي أو عسكري أم كيف تقرأ أنت تفضل مساء الخير يعني دقيقتين ليست كافية لإقرار نعم هذا الحج لكن نعم سيد عبد الناصر سيد عبد الناصر سيد عبد الناصر سيد عبد الناصر هل تسمعني إذن يبدو فقدنا الاتصال بالأسوال عبد الناصر المودع وأعتذر منك جدا أسوال عبد الناصر وشكرا لتعاونك وتفاعلك دائما معنا المحل السياسي عبد الناصر المودع كان من عمان الشكر أيضا للخبير العسكري اللواء زائد العمري وكذلك الشكر للمحل السياسي الدكتور محمد جميح في اختام الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو الميت كما هي لكم مني بشير الحارثي حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدد حفظكم الله والوطن اشتركوا في القناة